السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سؤال يطرحه كثير من الناس عن هذه الليلة المباركة ليلة القدر التي خلد الله ذكرها في كتابه العزيز وقال ان انزلناه في ليلة القدر متى هذه الليلة؟ اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله هذه الليلة متى هي؟ فاراد ان يبينها لهم في اللحظة التي اراد النبي الكريم ان يبينها تلاحى رجلان رجلان تشاحن في المسجد على تجارة وكل من يرفعوا صوته فقال النبي الكريم لقد جاءني الملك اراد ان يبين لي هذه الليلة فلما سمع هذه المشاحة والملاحة بين الصحابين رجع الى السماء فقال لقد كنت سأوريها لكن الان ما اعرف فقالوا يا رسول الله دلنا عليها فبدأ النبي الكريم بوحي من السماء يقول التمسوها في العشر الاواخر من رمضان فليت القدر هي في العشر الاواخر من رمضان ثم قالوا يا رسول الله هل لا قربتها الينا؟ قال اذا التمسوها في العشر الاواخر الويترية الويترية من المضان يعني واحد وعشرين ليلة الثالث والعشرين ليلة الخامس والعشرين ليلة السابع والعشرين ليلة التاسع والعشرين فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يشتهدون في الايام الويترية لكن هناك من عنده شخف بالبحث عنها كان هناك بعض الصحابة يبحثون عن اسرار القرآن كعبد الله بن مسعود وغيرهم يبحثون ينقبون مرة جلس سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال للصحابة هل عندكم رأي ممكن ان نجد هذه الليلة؟ قام عبدالله بن مسعود فقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال هي ليلة السابع والعشرين او الثالث والعشرين قال لي ماذا للك؟ قال لي ان ربنا عز وجل تكلم عن السبعة قال سبعة سماوات وسبعة اراضين وسبعة اشواط عند الكعبة وسبعة حجرات في الرجم وسبعة ايام وسبعة ابحر ودائما هناك سبعة والطفل يعقله في السابع في العقيقة دائما هناك سبعة فلابد ان تكون هناك السبع والعشرين اما قبلها واما بعدها يعني اما ثلاثة وعشرين او سبع وعشرين والارزح انه سبع وعشرين ومنهم من قال غير ذلك وعبد الله بن ابي رضي الله عنه ابي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم لان هناك من يراها في المنام هناك بعض الصلحاء قد يريه الله عز وجل الليلة في المنام فوقع لأبي بن كعب رأىها في المنام وقال انها والله ليلة السابع والعشرين والله ان فيها علامات كده وكده لان الليلة لها علامات من بين هذه العلامات ان شمسها تكون مضيئة وفيها انوار غريبة هذه الانوار من اين اتت؟ من زيارة الملائكة لان الملائكة تحضر في هذه الليلة بكثافة تحضر بالملايير والملائكة اجسام نورانية فنور الملائكة يكاد يغطي عن نور الشمس فنورها صباحا تكون مشرقة ما فيها رياح لان الملائكة تزور الكوكب الارضي ما في رياح ما في زلازم ما في براقين ما في اجواء مثيرة الاجواء طيبة وسليمة ثم من علامتها ان المؤمن يشعر بنشاط اكتر في غيرها من الايام يشعر بانه عنده رغبة في العمل اكتر من الايام الاخرى ويشعر بالطمأنينة ويشعر بالسكينة والناس يتراحمون اكتر في هذه الليلة فقال هذه علامتها فابي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم ويقول والله انها لليلة السابع والعشرين لكن بعض العلماء من سلف هذه الامة قالوا بان هذه الليلة تتنقل تتنقل مرة في الواحد والعشرين مرة في السابع والعشرين مرة الثلاث والعشرين مرة الخامس والعشرين مرة التسع والعشرين وهذا كله له حكمة لكي يشتهد الناس في الاجتهاد في العمل الصالح طيلة هذه الايام خصوصا اننا بيننا وبين المشرق بيننا وبينهم يوم ليلة فقد يكون القدر هنا او هناك هذا كله تحسبا حتى لا نخطئها وعلينا ان نحرص لكي ندركها بعض العلماء المعاصرين ممن يهتمون بالاعجاز القرآني ذكروا ما يسمى بالمنطق الرياضي في القرآن الكريم فرأوا بان صورة القدر ان انزلناه في ليلة القدر فيها تلاتين كلمة بعدد ايام الشهر الشهر هو تلاتون كلمة وبالضبط تسعة وعشرين لان الشهر العربي هو تسعة وعشرين يوما في الغالب فاذا غم عليكم فاكملوا العدة تلاتين ورأوا بان ربنا عز وجل دكر كلمة هي هي اشارة ليلة القدر هي هذه رأوا بانها هي رقم رقم سبع وعشرين وقالوا بان هذه زائرة لو ان الله تعالى حدفها وقال سلام حتى مطلع الفجر لكان الكلام مستقيما لكن تسأل الفقهاء والعلماء لماذا ربنا عز وجل حاشر كلمة هي هنا وزرعها هنا لماذا قالوا لان فيها اعجاز رياضي في القرآن الكريم هي هي رقم سبع وعشرين وكان ربنا يقول يا عبادي سأسخل عليكم ربنا يعلم ان فينا ضعفاء مثلنا لنصحابة الاوائل والسلف الصالح كانوا يشتهدون طيلة رمضان ويشتهدون طيلة العشر الاواخر من رمضان نحن فينا ضعفاء فينا ناس مستكينين ما عنده قدل كي يشتهد يبحث وينقب اين هي الليلة لكي يشتهد فيه وينال اجرى هو ينصرف ربنا يعلم بان فينا ضعفاء من امتالينا فاعطانا هذه التخريجة فقالوا بان بالمنطق الرياضي فان ليلة السابع والعشرين ليلة القدر ومنهم من اعطى دليل اخر هو ان كلمة ليلة القدر كررت ثلاث مرات في هذه الصورة القصيرة انا انزلناه في ليلة القدري اولا وما ادرك ما ليلة القدري تانيا ليلة القدري افشار ثلاثا ثلاث مرات هذه الكلمة ليلة القدري كم من حرف فيها تسعة ليلة القدري تسعة احرف وقررت ثلاث مرات تسعة في ثلاثة تعطينا السبع وعشرين ومن تم وغير ذلك من التحاليل والقواعد التي وضعها العلماء المختصين في الاعجاز القرآني فعلينا ايه الاحباب الكرام ان الشهد طيلة هذا العشر الاواخر من رمضان الوطرية والشفعية لان بيننا وابن المشرقي يوم زائد وعلينا ايضا ان الشهد اكتر في ليلة السبع والعشرين لعلها لعلها تكون كذلك وقد اعتاد المغاربة انهم هذه الليلة السبع والعشرين يجدون نشاطا زائدا ويخرج الناس رجالا ونساء ذكورا واناتا شيبا وشبابا يخرجون الى المساجد ويصدون حتى شروق الشمس لكن الان المساجد مغلقة نحييها في بيوتنا في بيوتنا نجتمع العائلة رب الاسرة وزوجته واولاده ممكن اذا كنا نحفظ القرآن نقرأ من القرآن ممكن اننا نستعين نستعين بالمصحف الشريف المقرأة ونصلي على الاقل على الاقل عشر عشرين ثلاثين ركعة ويتحقق بقيام ركعتين تتحقق ركعتين لقد ننتنصبك لكن نصيب المقل وربنا يقول سابقوا وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنفسون وننوع بين الصلاة وتلوة القرآن ممكن جلسة عائلية فيها الذكر ومذاكرة مذاكرة في الدين حتى وسائل الاعلام من تلفاز وميديع تساهم في احياء الليلة فاذا قمنا بتشغيلها قد نسمع في وسائل الاعلام قضايا دينية برامج قرآنية استضافة لفقهاء وعلماء جلاء يعطونا نصاح وارشادات كلها تدخل في احياء الليلة فالاحياء يعني نبقى مستيقنين نملأ الوقت لا ننسى صلة الرحم نسأل عن احبابنا واقاربنا على الاقل بالهاتف او بوسائل التواصل الاجتماعي لا ننسى ان نحسن للضعفاء والمساكين في هذه الليلة لان الاجر فيها وتوابها عظيم جدا لا ننسى الاستغفار نستغفر المولى على مفاته لكن يكفينا ان نقول الدعاء الماتور التي سألته امنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ارأيت ان ادركت هذه الليلة ماذا علي ان اصنع قال يا عائشة قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني هذا احسن ذكر واحسن دعاء فيه العفو اي ان الله تعالى يعافيك ويعفو عنك يعني كل ما مضى من الدنوب والخطايا انساها أرجوكم أيها الأحباب هناك من عنده حقيبة أحزانه في صدره يعيش ويجتر أحزان الماضي أنه ارتكب خطيئة وأنه ارتكب جنحة وأنه ارتكب سيئة في طفولته في مراهقته في غفلته ولتزل تسكنه ويتألم من أجلها كفى ربنا عز وجل قال لنا يا عبادي إني رحيم لطيف بكم إنسوا الماضي ابدأ صفحة جديدة ربنا كريم ربنا لطيف وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كان يسألون النبي كما يسألون الدعاء فيرشدوا إلى طلب العفو والعافية مثل العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله ماذا أقول قال اسأل الله العفو والعافية يا رسول الله دلني على دعاء أقوله قلت لك اسأل الله العفو والعافية فيأتي آخر يا رسول الله دعاء أقول في القدر اسأل الله العفو والعافية هذا هو الذي يكرره النبي الكريم فأسأل الله تعالى أن يعفو عننا أجمعين ويغفر لنا اجمعين نسأل الله تعالى ان يعفو عنا ويرزقنا العافية وتمام العافية ويتقبل منا ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل قولوا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله